اشتركوا في القناة 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 في عام 2002-2003 بدأ شي جديد في دولة الامارات فتح الباب للطفرة عمرانية ما كانت اصلا مسبوقة لا في الامارات ولا في اي مكان ثاني من حيث الحجم والزرعة والاستثمارات اللي صبت قاتل اوكي وتصح الصبح انت تشوف معالم يديدة ترقيت في الليل تشوف معالم يديدة عشان جيل اعتمد على جوجل في 2000 وطبعا تم فتح باب التملك الحر ايضا وهذه كانت يعني من العوامل وكان احد اسباب او احد السياسات والاستراتيجات لتنويع مصادر الدخل للتنوع الاقتصادي في الدولة وهذا طبعا شي جيد شو اللي بدأ يحصل بدأنا نشوف يعني فعلا بنايات يالسة تبنى باستثرحة غير طبيعية فعشان وزجاج كمية الزجاج اللي تم استخدامه شو مشكلت الزجاج؟ الحين بنينا نتكلم فيها كل بيئة لها مخصصات اللي تختلف فيها البيئات الباردة وفيها البيئات الحارة نحن بيئة حارة جدا الزجاج يعكس الزجاج متص هل فعلا نحن الزجاج من الأشياء المواد البناء المحببة المفترض لدينا؟ شو هي مواد البناء اللي ستدخل في أبنيتها؟ شو اتجاهات الأبنية؟ هل نحن يالسين نعرف مثلا حركة الشمس الصباح الظهر كذا؟ وهل نحن طريقة اللي يالسين نبنيها طريقة صحيحة؟ فهذا سببت اللي ريالي هاجز كبير بديت أنظر للموضوع وقلت هذا الشيء لازم نبدأ نطرحه ونعالجه وندرسه فبديت أنظم جلسات حوارية ونت تعرف جلساتنا الحوارية بدأت من إرسع 192 لمعالجة القضايا المختلفة وبناء الوعي واللي استقطاب الخبرات اللي موجودة من فتحت المنصة اللي طرحوا معالجة مواضيع الأبنية ما شاء الله فتح باب كبير وسيع وبدأت الشركات المقاولات والاستشارات والمواد البناء كلهم يبدون رغبتهم اللي يبغون يشاركون في المنصات هذه ونطرح المواضيع شو اللي لازم يحصل تصميم البناء ودخلنا في المواضيع بالطول العرض 2003 2004 2005 مؤتمرات ومنتديات وسامينارات كلها تصفي هالخط هذه في أواخر 2005 في سبتمبر سوينا مؤتمر للبناء المستدام نحن الآن بندخل على خط الأبنية عيلا استاذة خلينا نرحب بالنضمولنا في هذه الحلقة من اي بودكاست المقدم من اراميكس ضمن حلقات الطريقة للاستدامة في هذه الحلقة مثل ما يعني أتوقع بعضكم يعني استشف نحن نتكلم عن الأبنية الخضرة ومعانا أحد رواد هذا المجال في دولة الإمارات لستاذة حبيب المرعشي الشريك المؤسس لمجلس الأبنية الخضراء نائب الرئيس كذلك وأمين الصندوق نعم ويعطيك العافية حين نكمل موضوع الأبنية نزيل فطبعا استوى عندنا علم حلو معلومات شو معنا البناء الصديق للبيئة المفهوم نفسه شو المفهوم شو المفترض يحصل عشان نحن نصنف البناية هذا هي بناية صديقة للبيئة يعني مو مصبوقة أخضر لا مش مع العلاقة باللون أبدا فبدأنا طبعا نفهم من يوم أنت موجود على الطاولة تصمم البناية اتجاه البناية البداية أيوة اتجاه البناية كيف تتوجهها أوكي شو معناه هذه معناه استقبالها للشمس الشمس الصباح ولا للشمس الظهور أوكي تفرق استاذا أكيد وايد وايد تفرق بعدين المواد التي تدخل عملية البناء خلال فترة البناء فترة التشغيل البناية خلاص البناية قامت وخلصت والناس سكنت فيها والشركات اشتغلت فيها وكذا عمليات التصميم والترميم والأشياء هذي حتى خلال فترة الهدم والترحيل البناية ما بعد التشغيل هذا كلها يدخل فيه مفهوم يوم نتكلم عن البناء الصديق للبيئة أو البناء المستدام دورة الحياة كاملة كاملة بالنسبة للبناية وطبعا يتطلب عشان أنت تكون عندك الشيء هذا زمان كان كل قسم يشتغل ما يعرف الثاني كل حد على حدة ومنفصلين مجموعات منفصلة حتى في الشركة الواحدة يعني شركة قسم التصميم ما لهم علاقة في قسم التنفيذ والأشياء هذه طبعا هذا المفهوم تغير تماما لازم كلهم حتى إذا كانوا من خارج الشركة اللي لهم علاقة فيه التكيف أنظمة التكيف أنظمة المجاري بالنسبة للبناية أنظمة الإضاءة كلها بالنسبة للبناية هذي لها كلهم لازم يون مع بعض فيطلب من شركة الاستشارات أن نتيبهم كلهم على طاولة مش فيه خلال فترة البنيان لا من الأول يوم يالسين يصممون قبل ما يوصل للجهة البلدية عشان توافق عليها يبدأون هل كلهم على نفس الصفحة على نفس الخط فاهمين الأشياء هذا طبعا هذا أدى إلى تقارب وجهة النظر وعرف الناس بعضها وعرفت أنه شو لازم يشتغلون فالفجوات اللي كانوا يواجهون خلال فترة البنيان تم تفاديها من هنا أوكي زين هذا كانت النقطة الأساسية اللي تم العمل فيها طبعا فيه شركات عالمية كانت شركات استشارات عالمية من دول العالم المختلفة كانت فعلا يقولون هذه هي مثل ما تقول أن دولة الإمارات هي أرض الأحلام بالنسبة للمصممين في هذه الفترة لأنه شو اللي يبقون شو اللي في بالهم يصممون الأرض خصبة هنا الأرض خصبة تعال اعمل اللي عايزة انت صمم ويتم بناء حلو فعشان شده تشوف ما شاء الله المعالم العمرانية اللي موجودة في دولة الإمارات كل إمارة وكل بنيان يتنميز عن الثاني والناس دي عشان تشوف اللي عندهم رغبة يشوفون سياحة عمرانية ينجفون الشيء هذا زين بعدين المواضيع الثانية اللي بدنا نواجهها كان طبعا هل نحن موجود عندنا مواد اللي نبغيها المواد الصديقة للبيئة اللي تدخل في عمليات البناء حلو نحن دولة حديثة في نعم نسوي نصنع السيماند ونصنع الكنكري بس شو الأشياء الثانية هل هي فعلا تصنع في داخل الإمارات ولا هي كلها مستوردة وهل يوم تستورد لأن دخل نحن في احتياء في توصيها لشخص للموردين نقول نحن نبغيها في هذه المواصفات ولا نحن بس نكون جيها نستلم الأشياء هذه هلو بعد المؤتمر العالمي اللي سويناه نحن الحمد لله يعني القاعد كانت متروسة في 2005 2005 سويناها في غرفة في قاعد المؤتمرات عندهم ما شاء الله القاعد ترست خلال ثلاثة أيام يوم الثالث نحن أعلننا عن تأسيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء وكنا أول مجلس على مستوى المنطقة العربية ورقم ثمان على الساحة العالمية كان عدد المجالس في العالم كله العالم سبعة ونحن كنا رقم ثمانية وعلى منطقة العربية ما كان في حد ما كان فيه يعني السبعة هذين كلهم كانوا دول غربية دول غربية حتى إنقلترا ما كان عندها مجلس في أي زمان نحن سبقناه نعم الحمد لله وكانت ما شاء الله تقول غليان السوق الناس الشركات الموردين كل حد يبغي هذا اللي وعيد أنا ستنستعني مش أنه الناس كان فيه لآمة وكان فيه خبث والناس ما تبغي تسوي لا الناس كانت تبغي بس مش عارفة كان فيه قبول بس مبعارفين مبعارفين وين ما عندهم الأدوات ما عندنا التقنيات ما فيه الكفاءات لأنك محتاجة طبعا لكفاءات فيه كانوا يون المهندسين يقولوا نحن درسنا هندسة معمارية بس هالأشياء هذه أبدا فعلا ما مرت علينا فالحمد لله أسسنا مجلس الإمارات وبدأنا نشتغل صدقني يعني الطريقة الأسست فيها مجلس الإمارات كانت تختلف تماما عن مجموعة الإمارات شو الدروس اللي أنا تعلمتها في مجموعة الإمارات التحديات اللي واجهناها في تأسيس مجموعة الإمارات البيئة أنا الحمد لله غطيتها في مجلس الإمارات والقطاع طبعا قطاع قوي قطاع أمراني بدنا نتواصل مع الشركات على مستوى الدولة في كل إمارة شركات المقاولة شركات الاستشارات الموردين اللي داخلين في أنظمة التكييف واللي داخلين في أنظمة المجاري والأشياء هذا كله كل الأشياء هذه يعني دخلناهم كلهم في المنظومة المطورين رواحهم البيوت المالية عشان نبغيهم لتمول نعمل الموضوع هذا فحصلنا على منظومة الحمد لله شاملة يعني يعطيك تمثيل عادل للحركة العمرانية في دولة الإمارات في 2006 طبعا يوم أطلقنا المجلس رسميا بالنظام الأساسي والمجلس الدارة والأنظمة والأشياء هذا كلها وسوينا مؤتمر نعلن عنها ما شاء الله يعني القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أعلنت أنه في 2010 في اجتماع مجلس الوزراء قالوا أن كل الأبنية اليديدة اللي بتقام في دولة الإمارات نعم في دولة الإمارات في 2011 لازم تتبنى معايير الأبنية الخضراء طيب استاذة الآن لما بدأنا هنا في 2005 العالم السبع اللي قبلنا المجالس تاريخيا شكراً شكراً بعض سؤالك حلو أصلاً حركة البناء الأخضر في العالم بدأت في الستينات مش يعني بس في السبعينات اللي بدأ شوية بدأت الناس تنتبه أن البنيان لدور في المناخ في المناخ في الاقتصاد في الاجتماع في البيئة الداخلية في صحة الناس وهذه كلها معلومات كانت بسيطة وبدأت شوية شوية تتوسع المعلومات تكثر عشان ناخد العقرار نعم وبدأت الناس تفهم أنه المحتاجين أن يكون لنا تصنيفات مثل مثلاً عندك الآيزو بالضبط الآيزو الجودة الآيزو البيئة الأنظمة سمونا وتوسعت لليوم ما أشوف مئات الآيزوات موجودة صح؟ صح لمختلف الأمور فهني نفس الشي بدأت الدول تنتبه أنهم يحتاجون لتصنيفات انجلترا كانت أول دولة اللي تسطر البريام سموها النظام ما لها من نظام التصنيف كان هذا أول بعدين في 1993 أو تسعين أمريكا أسست اللي هي الليد ما لها هلو أستراليا عندها اللي أكثر شيوعاً تقريباً هي هي اللي الناس أكثر تعرفها بس مش شرط أنه هي متبعة على مستوى العالم لأنه عندك في سنغافورة موجودة في هونغ كونغ موجود في الهن بمعايير مختلفة كلهم في أستراليا موجودة في جنوب أفريقيا موجودة وكل يوم عن يوم تزيد الدول اليابانة الحين عندهم يعني دول كثيرة عندها أنظمة تصنيفات خاصة فيها أوكي تمام أنظمة تصنيف يبن ما يتناسب مع بيئتها وهذا حلو وهذا اللي نحن نقول لنا مش مطلوب من عندنا نحن ناخذ نسق ولسق صح صح نتعلم من التجربة من التجارب الموجودة شو اللي بيمشي معنا وشو اللي ما يتناسب معنا والحمد لله في دولة الإمارات أيضا بدينا يعني في ألفين في أبوظبي عندهم نظام اللؤلو في دبي عندنا نظام السعفات وعندنا تصنيفات السعفات وعندنا أكثر من تسعة وسبع وتسعين تسعة وسبعين معيار لازم يطبقوها بوظبي ودبي محليات وشارج كلا لا راس الخيمة عندنا نظام البرجيل أيضا التصنيف البرجيل وعلى مستوى الدولة جميلة ترافية ومرتبطة بالبيئة نعم وكل الحد فيهم نحن خذوها فيها يعني استرشدوا باللي موجود على الساحة العالمية بس خذوه يعني مثلا في الليد ما في تركيز وايد على المياه بينما نحن في المنطقة هذه بيئة حارة ندرة المياه شح المياه فبالنسبة لنا الموضوع يختلف فنأخذ أيضا كفاءة استخدام الطاقة في التبريد يعني هم يأخذونها في التدفئة نحن نأخذها في التبريد استعمال التكنولوجيات الحديثة عشان نزيد كفاءة استفادة من المصادر الطاقة المتجددة نحن عندنا الطاقة الشمسية فأدى إلى الترويج إلى استفادة من الطاقة الشمسية ودخلنا فيها في الألواح الشمسية بأنواعها أصلا الاستكشافات التي حصلت في الإمارات وفي دبي بالنسبة للألواح الشمسية أدت إلى كسر الأسعار على الساحة العالمية وخفضتها إلى مستويات ما كانت مسبوقة أصلا وهذا سهلها وأصبحت أن هي متواجدة متوفرة في متناول أصحاب القرار ساهمنا في تسريع الحركة نعم وايد أحيانا الحاجة سيدي الاختراع فبتشوف في دول كثيرة عندهم الأشياء هذه مشت لأنهم ما عندهم مصادر ثانية ما عندهم لا النفط ولا الغاز ولا الوقود الأحفوري ولا الفحم وشيدي كانوا مضطرين أن يبحثون عن مصادر ثانية للطاقة اللي شجع الحركة أيضا في السبعينات السبعينات من ضربة أسعار البترول السقف كثير من الدول المتقدمة الأوروبية بدت تنظر كيف المصدر البديل وبدت تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة سواء كان الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة الحرارية من الأرض فهذا اللي ياب المفهوم الثاني واللي سرع أيضا عملية الإدخال المصادر الطاقة المتجددة في أنظمة البيئة الحضرية حلو فإنحن لما قلنا أنه صار عندنا تبني واسترشاد بالمواصفات الدولية ورحنا خلقنا المواصفات الخاصة ونخلنا طابع المحلي مالنا نعم وهذه شغلة مهمة أستاذة نحن قبل أنت كذلك تطرقتي لهذا الموضوع أنت دائما تطرق إلا هو ضرورة الربط هذا من بين المفاهيم وبالأخص بالاستدامة لأن الاستدامة هي شغلة متجددة دائما في البيئات المحلية نعم أنت لما قلت وصلت حق موضوع أنكم جمعتوا الناس كان واحدة من الأشيار التي تطرقتي لها وأنه بنوقف عندها موضوع الموارد نعم يعني أتوقع اليوم أنا أقول لها أبني بناية طيب الموارد الصديقة للبيئة نعم وفرتها كيف صار نعم صدقني هذا كانت تاريخنا أشوفها جدامي سوينا على موقعنا الأبنية الخضراء الأبنية الخضراء مالنا مشلس الإمارات الأبنية الخضراء على الموقع الإلكتروني مالنا مثل الدليل اللي الشركات تحط فيها يعني طبعا نحن نقيم وكل شي فعلا نضمن أن هذا مادة صديقة للبيئة ونحطها عشان اللي يطور يتشوف هل ممكن يحصل على مواد صديقة للبيئة متوفرة على ساحة الوطنية لأنه من المعايير المطلوبة ما تروح تجيب من بره كيف من بره أوكي حتى الاسمنت شو التعديلات والتحسينات اللي حصل حتى الكنكري الخرسانة شو اللي دخل فيها اللي يجعلها أقل تأثيرا على البيئة خاصة بعد ما صدرت إبحاث ودراسات بيّنت بوضوح نسبة مساهمة البناء يعني البناية لفي إنتاج غازتان وسيل كاردور نعم الانبعاثات أوكي وفي مثلا مجلس العالم للأبنية الخضراء ونحن طبعا نعتبر أعضاء في مجلس أنا أعضو مجلس لأمام كل المجالس هم أعضاء في المجلس العالمي نعم بس في مجلس كذلك أشخاص بعد مجلس الإدارة error أنت موجودة في أنا في مجلس الإدارة المجلس العالم للأبنية الخضراء والحمد لله نحن من يوم أساسنا في 2006 ليني اليوم محتفظين بكرسينا في مجلس الإدارة مجلس العالم لأبناء الخضراء يعني الكراسيز يتغير بس كرسينا ثابت الحمد لله قصورهم بعد يشيلون بعدين نحن أصلا مجلس الإمارات لأبناء الخضراء أسسنا المجلس الأقليمي نحن اللي أسسنا أول مجلس أقليمي في العالم نحن أسسناها مجلس الدول العربية يضم الدول العربية ميناء وشرقه حلو وبدأنا نتواصل مع المؤسسات مع الشركات في المنطقة العربية نشجعهم أنه يأسسون مجالس أبناء الخضراء واليوم الحمد لله عندنا تقريبا 13 مجلس أبناء الخضراء على مستوى العربي ونحن نتواصل معهم ودخلناهم في المنظومة معنا وحتى عندنا مثلا جائزة الأبناء الخضراء العربية سميناها الميناء ميد إيست ونوث أفريكا وشركاء الباقين يعني الأردون والدول الثانية دخلناهم معنا كشركاء في الجائزة هذه فهذا ساعدت على وعي أكثر توسيع المفهوم تشتيع العاملين في القطاع هذا من المغرب إلى المشرق كلهم ينضمون وتقدمون للجائزة فتلاقي أنت الزخم العلمي والخبرات المتواجهة وهذا اللي أنا دوم أقول نحن مش محتاجين في المنطقة العربية أن نتبع دائما يعني نحن ممكن نكون رواد إذا تكاتفت الجهود عندنا واستفدنا من الخبرات بطريقة وفعلا استفدنا منها وعرفنا المصلحة العامة شو هي واشتغلنا مع بعض لأننا بتعم الفائدة على الجميع بدل ما أن يقول أنا بس أبغي أحتفظ فيها كم أنا بكون عندي الخبرة بس يوم ما تشارك معها مع الباقين الخبرات المتواجدة التراكمية هذه اللي بتساعدنا نحن نتطور ونتحرك طبعا اليوم عندنا مجالس قوية الحمد لله على الساحة ومع هذا مجلس الإمارات تعتبر أقوى وأنشط مجلس في المنطقة العربية والموائمة نفسها أستاذة يعني أنت لما نتكلم عن البيئات مرة ثانية نقول نحن الحاجة المخاصة في بيتك لما نكون نحن في منطقة العربية وكلنا بيئتنا مختلفة والناس كلها تعتقد خبراتها أفضل لنا بشكل أكبر لأنه عندك الناحية التراثية عندنا التراث والثقافة والأشياء هذه عندنا كلنا نواجه تحديات المياه في المنطقة العربية المشتركين في هذا الموضوع عندنا أيضا الطاقة اللي محتاجينها عشان التبريد في منطقة دول مجلس تعاون كلها حتى في الدول الثانية يعني أنه مش جنال المغرب العربي صيف حار يعني فمحتاجين نستفاد من هذه الخبرات المتواجدة نتشاركها صح فبيكون أيضا بما أننا نحن من نفس الأمة صح وهذا موضوع مهم وتجربة نجحت عندنا فبدل ما أني أنا أسير وأخلق الموضوع التجربة وأبدأ من نقطة الصفر أنا أبدأ من أين أتأخذ التجارب أخذ الخبرات المتواجدة وأدخل فيها وأقدر أشتغل فيها وأوفر موارد مالية كثيرة ضبط ضبط نقدر من خلالها نبني قدرات الباقين المتواجدين وهذا أيضا من الخطوط اللي نحن خذيناها نبني القدرات فدورات التدريبية اللي نسويها الفنية نعم في المجلس نعم تكنيكل يعني فنية دورات تدريبية فنية الحمد لله اللي نعطيها آلاف الشباب المتخصصين في المجالات استفادوا من دوراتنا وفادوا فيها مؤسساتهم مدولهم وهذا اللي ساعد على تطوير هذه الحركة الأمرانية المستدامة استاذا نهج النقل هذا هو نهج متأصل في دورة الإمارات دائما تحاول تنقل تجربة أكيد وكذلك اليوم هذا مثال جدا مشرف في الأبنية كذلك كنت حريصين على نقل التجربة وايد يعني الحمد لله بتلاقي في الجائزة من المنصات الجميلة بتشوفيها التقريمات اللي تيينها من الدول العربية المختلفة هذا كلها تجارب ترى يوم المؤسسة تفوز الفضول الباقيين ليش فازت شو اللي يميزها فيبدأون يدرسون ويتعلمون ويطبقونها يعني في قطاع الضيافة وفي قطاعات كثيرة وطبعا الجوائز التصنيفات المحلية اللي موجودة عنا في المناطق المختلفة في مصر في تصنيف المغرب في تصنيف الأشياء هذا كلها ساعدت على تقوية الحركة العمرانية في الدول العربية المختلفة سبحان الله القائمة اللي سويتوها وكان فيها يعني أنا اليوم لو أبا أنا كان مطور مثلا إن شاء الله شي يوم أكون مطور فالآن لما أي أبني مبنى أو أبني مدينة مثلا وانت قلت ما شاء الله عليكم سويت قائمة فيها مثلا إذا تبقى مواد معتدويرها إذا تبقى مضحك زجاج نوع معين إذا تبقى كذا فالآن صارت يعني احنا نقول دائما لما تتواجد المعرفة ما يصير فيه عذر للناص نعم واليوم المعرفة موجودة موجودة نعم وما شاء الله اليوم عندنا السوق متروس في المنتجات ما عاد الشح القديم لا وكانت غالية أسعارها الآن اليوم لأنها متوفر السعر تغير العرض صار كثير نعم فالحمد لله ويأتنا من الدول العالم أفضل الأشياء اللي موجودة من دول العالم المختلفة الموردين روحهم والمنتجين يبغون تدخلون في سوق الإمارات اللي يعارفين إذا دخلت في سوق الإمارات معناه بنوا مصداقية المنتج وإذا نجحت في سوق الإمارات بتنجح في الدول الثانية المجاورة كل بساطة وهذا اللي حصل واليوم عندنا وايد من الأشياء ننتجها يعني ما شاء الله إذا انتشيت في المنطقة الصناعية في جبل علي ودخلت في المصانع أنا أدش لأنه ذي الأعضاء عندنا حلو تروحوا لهم نسير نشوف أنظمة التكييف وكفاءة في أنظمة التكييف ومصنعة محليا رائعة وفعلا النماذج مشرفة وهذا كلها متواجدة اليوم عندك البرنامج استفادة من المياه العادمة المياه الرمادية اللي نسميها صناعة متطورة في الإمارات اليوم موجود على فكرة أستاذة أنا ذكرت أن أنا شفت في اللي هو يسمونها بستانكة اللي تابع لطائراء الإمارات نعم عندهم أجهزة مصنعة في الإمارات نعم للدور المياه نعم نعم الحين الأصن وبأحجام مختلفة يمكننا أن يشترونها من دول الغربية وبهذاك الأسعار وإذا فيها صيانة لازم يجيك الفن الحين خلاص كل انتهى هذا وتنتج تصنع بأحجام مختلفة كثير من الفنادق اللي عندنا أعضاء اليوم عندهم الأجهزة هذه يعدون هم روحهم المياه الرمادية اللي موجودة عندهم ويستفادون من المياه المنتجة في زيادة الرقع الخضراء في فنادقهم وهذا يزيد من القوة الشرائية وجاذبية الفندق بالنسبة للسايح العالمي وريحهم في المصاريف أكيد توفير كامل بالنسبة للمصاريف الأجهزة الموفرة للطاقة كفاءة في استخدام الطاقة السنسرات المتواجدة هذا كل اليوم الحمد لله تصنع على الساحة الوطنية نحن حتى نرجع حسب نبين بعد قصة ليش الصناعة المحلية مهمة لأننا قلنا نحن دائما الحاجة نجيبها مبرح فيها انبعاثات على أساس اللوجستيات اللي ما توصل عندك نعم والمواد الأولية وانت ما بعرف من وين يايبينها هنا نقطة مهمة كيف نحن ندخل المواد المعاد تدويرها في خط التصنيع وهذا يساعد على تنفيذ استراتيجية الوطنية بالنسبة لاقتصاد الدائري والاقتصاد المنخفض للكربون وهذا ايضا من الأشياء المهمة يعني مثلا عندك الألمنيوم اللي يصنع محليا اليوم يباع في السوق المحلي واستهلاكات كثيرة مش بس في الناحية الغذائية اللي هي كمادة تغليف لا تدخل في صناعات كثيرة الألواح الألمنيوم المطلوبة في الدرائش ونسميها الشبابيك في التصنيعات في إمدادات أنظمة التكييف أو الأسقف بعد كذا كلها هذه مصنعة محليا فالحمد لله وهذا ساعد على مثل ما نقول زيتنا في خبزنا دهلنا مكبتنا تخفيف النفايات اللي تدش مكبات النفايات تساعد على تشجيع الحركة الصناعية ونعات الحمد لله مستثميرين شركات صغيرة نحن دولة الإمارات عنا ستارت أبس يعني شركات يديدة بادية وكلها صغيرة يعني 90% حسب الإحصاءات حسب الدراسات التي تصدر في الدولة 90% من الأعمال عنا شركات صغيرة ومتوسطة اللي داخلة في هالموضوع في احتحاديات الاستدامة تعالى فهذه لكلهم نحن مفترض يكون لهم الأولوية يوم الشركات الكبيرة تبحث عن الموردين والسابلاير تبحث عن السوق المحلي هذا موجود ويغذي لها برضو دعم المنتج المحلي ووفر لهم في الإمبعاثات نحن أستاذة لما نتكلمنا الآن عن المنتج المحلي والشركات يتفي بالي الشغلة الآن أنا لما نتكلم اليوم نحن هذه الحلقات موجهة للناس بشكل عام وجزء منها أكيد بيكون رائد أعمال أو مطور أو شي قاعد وتعرف الآن نحن صار الزخم ما لإي أس جي ناس كلها إي أس جي أس جي الآن أنا كشركة لما ندخل في الإي أس جي أجي أقول أول حاتم وضع المبنى مالك اللي أنت قاعد فيه وعلى الكلام نتكلم فيه قبل شوي يعني كم ممكن أقول اليوم لشركة إذا أنت ركزت على أنك تحول المبنى مالك إلى مبنى أخضر كم بيغذي لك من الإي أس جي أوكي هاجزهم هذا الحال هاي 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 زين خلنا ندخل في الموضوع أوكي اليوم نحن نبحث عن الاستثمارات عشان أنا استقطب المستثمر لازم يكون فيه موضوع ثقة هلو أوكي فمثل ما كان زمان يوم أنت تشتري المنتج وتشوف عليه شعار الآي أزو تسعة ألاف واثنين معناه فيها جودة وفيها معاين أوكي إذا شفت آي أزو أرمت عشر ألف وواحد أوكي هذا متابعين أطمن البيئة فأنا معناها المنتج هذا أعطيه الأولوية صح صح حتى بتلاقي فيه معايير يوم الشركات تطرح المناقصات صح تحط الأشياء هذه صح يعني نفس الشيء المستثمر العالمي يبحث عن التقارير اللي تنتجها الشركات اللي هي التقارير الغير مالية تقارير الاستدامة تمام التقارير اللي غير استدامة اللي يتركز على النواحي البيئية يتركز على النواحي الاجتماعية يتركز على الحوكمة مكافحة الفساد والأشياء هذا كلها صح أو الإدارة الرشيدة اللي نسميها في المؤسسة وأيضا طبعا النواحي الاقتصادية فيوم المؤسسة عندها المعايير كاملة ومتبعتنها ومطبقتنها وبعدين يتفصح عنها من خلال تقاريرها فيومي المطور يبحث سوري المستثمر على الساحة العالمية وين أنا استثمر في البنيان الأخضر يوم أبغي استثمر هل المؤسسة هذه هل المطور هذا فعلا عنده هذا النوع من التقارير هل هو ملتزم بالمعايير العالمية هذا التلزمه أنه يطبق الأشياء هذه إذا كانت موجودة وتقرير معتدل موجود فيها كل الأشياء وفيها التحديات وكيفية استراتيجية معالجة خطة عمل معالجة التحديات ومدقق من طرف ثالث معناه أن أنا أحط بيزاتي وأنا مطمئن ورأس المال جبان أو ما تقولونه صح يقولون لك نحن نبغي نشوف أنه هل نحن ما فيها مجازفات فيها هل فيها المخاطر مدروسة هل فيها خطط علاجية للمخاطر اللي لا سمح الله إذا حصلت هذا فهذا اللي يساعد على أن المستثمر يستثمر في الزمونة هنا بدخل على موضوع مهم ما أدري أبو بكر إذا تبغي نتكلم عن البناية يوم تبنى يديدة أو نتكلم عن التحديث لأنه المستثمرين أيضا هنا عندنا تحديات يوم عندك بناية يديدة سهولة حصول الاستثمارات يوم عندك بناية موجودة وتبغي تحدث فيها هل بتحصل على الاستثمارات المطلوبة ولا لا ندخل فيها لا ناخذ الخطين ناخذ خطة أنه في شركة توا بادي خلاص من الصفر ورايحين على مبنى وشركة عندهم مبنى الحين وقالوا يا رب بسم الله رحمة 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 خلانكم مستدامين نعم فضايصة زين البناء نبدي في الأبنية اللي يديدة أوكي من الصفر ناس ما عندهم بناية لأنه هذا تسليط الضوء عليه عالميا حلو والحكومات حطت واللي ما لها عذر يعني اليوم عندك لوحة وتبغي ترسم عليها لوحة بيضة نظيفة وتبغي ترسم عليها ترسم اللي تبغي مش أنت مفرض أنه عندك محدد هذا موجود لا يجب تشتغل على هذا لا أنت عندك الحين وابدع في الطريقة اللي تبغي تبغي فيها تمام أوكي فهني تي يوم تي بناية يديدة خلاص في معلومات كثيرة في علوم في تكنولوجيات في تقنيات في مثل ما تقول artificial intelligence دخلت فيها ذكاء الصناعي اليوم البنايات الكبيرة من خلال ذكاء الصناعي يعطيك أي نوع من المعلومات اللي أنت تبغيها في أي جهة من البناية في أي دقيقة من الأوقات التشغيل تقارير لحظية يعطيك لكل مكان ففي كثير من العلوم اليوم الحمد لله موجودة والحين دخلت في مجال تدريسة في الجامعات أيضا وهذا موضوع ثاني بعدين طبعا يوم فيها العلوم هذا كله والتقنيات والمستثمر فكثير من مثلا كان فيه شائعات تقول لك أنه البناء الصديق للبيئة مكلف أكثر المجلس العالم لابن الخضراء سووا دراسة كاملة قالوا بلى يوم استثمار أولي وطبعا هذا يختلف أنت شو منتج تشتريه من وين يالي تشتريه شو الماركة اللي أنت يالي تشتريها صح؟ فيمكن يكون فيه ثلاثة إلى خمسة دولارات للمتر المربع أكثر في البداية حلو بس أنت يوم تي في النهاية تحسبها المردود على الاستثمار مالك أنت توفر صراحة العائد بتحصل ستة دولار بالنسبة للقدم المربع بالنسبة للتوفير الطاقة وثمانية فاصلة خمسة دولار بالنسبة للقدم بالنسبة للتوفير المياه حلو فخلال يوم تي تحسبها على العشرين سنة أنت ربحان ضعفين من الاستثمار أو أكثر يمكن من الاستثمار أنت حطيت أساسا البداية هذا العلم موجود فالمستثمر مسند هذا وبحوث علمية ومثبتة وكل حاجة عشان تيدي المستثمر يحطوا وتم تطوير يوم تي على البناية الأوريدي موجودة في شركة قائمة وعندما بنى موالهم التحديات اللي موجودة وحتى عندنا على الساحة الوطنية والساحة الأقليمية المستثمرين مترددين بسوان كانوا بنوك أو غيرهم على وضع المبلغ لأنه بعدها الموضوع مش متوضح لهم لأنه فترة التحديثات قد تطول فيقول يقولولي الشركات يارسين يشتغلون في المجال هذا وكثيرين يعني أنا سويت حتى تحالف عندي من الشركات اللي هي تشتغل في مجال تحديث البنايات تحديث الأبناء يحولها من بناء تقليدية عادية لبناء خضراء وعلوم عندنا والتقنيات موجودة التحدي وين في وجود التمويل المطلوب مكلف أكثر لا مش مكلف أكثر لأنه فترة العائد على الاستثمار يمكن تكون أطول أطول فبيقولك احنا بنحط العرض مالنا أحيانا ياخد سنة ونص لأن ما يردون علينا لأن الشركات البنوك ما بطاعة تستثمر يعني المطور يبغي يسوي بس البنوك وبيوت التمويل ما تبغي تعطيه مترددة وطبعا الموضوع هذا يأثر على الشركات اللي عاملة في الخط هذا ونحن الحمد لله يعني خلال الخمسة عشر سنة الحركة يعني القطاع هذا بالذات قطاع التحديثات كان يعني بدأنا بداية قوية بس بعدين بدوا يواجهون التحديات هذه بنظري أنا أنهم محتاجين دعم مؤسسات الحكومية أهم شي نبدأ فيه خلي المؤسسات الحكومية تأخذ الموضوع وتدعم مؤسسات التحديثات أنه مسكوا ببان الحكومية تبنوها واشتغلوا عليها عشان القطاع الخاص تشوف أنه فعلا والله حصلت وكل شي أمورهم طيبة وهذه الفورات اللي حصلت فبتشجعون فأنا دوم أقول بما الحمد لله نحن في دولة الإمارات الحكومة دوم هي سباقة ورائدة هذا أيضا من الجهات من الخطوط اللي هم محتاجين أنه يسبقون فيها ويركزون عليها ويكون لهم الريادة عشان القطاع الخاص والباقين وحتى أصحاب الفيلال الخاصة وغيرهم يشوفون أنا يوم بشتغل فيها بطول وبستفاد منها أنا المستفيد فيلا يوم عندك زمان عشرين سنة وثلاثين سنة خلاص لازم تهدمها اليوم لا الفيلال ننظرها ولازم يكون شذي وكيفة ني دور طبعا وجود التشريعات المطلوبة إلزامية فرض الأشياء هذه على المطورين تحديث بناياتهم مراقبة حفيثة ومراقبة منتظمة بناء الكفاءات والقدرات في القائمين رقابية الموسكا بالضبط الجهات الرقابية عشان يوم يصيرون يراقبون يعرفون وجود عندنا الكفاءات ادخالها في المناهج التعليمية زيادة التوعية دورات تدريبية وكذا فرض أنه كل مؤسسة تطرش موظفين يسيرون يأخذون الدورات هذه عشان يكون عندهم الكفاءات إجراء اختبارات هل الشركة قبل ما يجددون لها الرخصة التجارية عندها الكفاءات المطلوبة عشان تكون عندها هذا النوع من العلم من العلم اعطاهم الدعم المؤسسة الحكومية تعطي الدعم لمؤسسات القطاع الخاص سواء من ناحية الكفاءات تخفيض الرسومات الضرائب الأشياء هذا كلها تساعد القطاع الخاص بالله إذا أنا سويت أنا ترى عندي أصلا مش شيء شجعني أحين نتكلم عن المباني نحن قلنا في 2010 كان الحكومة قررت أن كل المباني بعدها تم بني على الطراز الأمنية الخضراء نحن نتكلم عن اللي ما قبل 2010 المبني الموجود موجود وعدات كبيرة وعدات كبيرة تابعة للوزارات وفيها وفورات كثيرة فعلا على المدى البريد إذا تم تحديثها تذكر يوم خبرت قلت لك أنه البيئة الحضرية هي مسؤولة عن بين 39 إلى 45% من إصدار غاست كاربون وأحيانا أكثر في الدول الثانية اللي هي المدن اللي هي المباني حشان جاء هذا واحد من الأشياء اللي التحكيس كبير صاير فإذا نحن ركزنا على حين عرفنا حلينا موضوع الأبنية الحديثة نحن نركز على النقطة هذه وبعدنا نحن في مرحلة تطوعية يعني صاحب القرار اللي في القطاع الخاص شاء أبا يسوي الأشياء سوى ولا ما سوى مم ملزم فيها طيب السادة في شغلة أنا مهمة نحن لم تتكلم عن التحديثات وأنا أذكر واحدة من التحديات الكبيرة اللي كانت تتواجه المدن العريقة بالذات نعم حين أنا من بين حافظ على على البنية التحتية والتراثية للبلد أو أخذنا نقول المكان ومن بيننا أحدث أن يروح بنيان أخضر يعني بعد هذه أتوقع أن مشكلة تصير أكيد فيها تعقيدات يعني أحياني ممكن هيكة البناء روح يوم مبناية ما يتحمل ما يجروا يدخلون فيها الأشياء هذه بس إذا أنت شفت حتى القصر باكينغ هام بلس اشتغلوا فيها وحدثوها وصووها يعني بناء صديقة وكلفتهم بس اليوم بيضمنوا لها استمرارية كم مئة سنة بعيش مئة سنوات زيادة البيت الأبيض في أمريكا من الأبنية القديمة جدا حدث وصرفوا عليه مبالغ قوية بس ضمنوا استمراريتها أيضا واليوم تعتبر من الأبنية صديقة للبيئة فإذا كانت هذه البنايات العريقة تم عملها بطريقة هذه معنا نحن كدولة جديدة دولة الإمارات 52 سنة عمرنا وطبعا شفت في دبي كانت حركة ترميم البيوت التراثية وحركة قوية والخبرات النمت على الخط تم استدعاؤهم لدول عربية مختلفة عشان يتم ترميم الدنيات الأثرية عشان يروحوا نفس البدنانات الأثرية الموجودة هناك معناها عندنا معلومات وعندنا علوم وعندنا تقنيات ممكن الحين نطبقها فمثل ما ذكرت أنهم محتاجين حين دعم حكومي دعم حكومي وضع المعايير المطلوبة فرضها إلزامية بنسب معينة متدرجة نم أوكي وأنا من أهم الأشياء اللي أقول عليها في البناية اللي أريد قائمة التركيز على الكفاءة في استخدام الطاقة لإنارة والتكييف هذه أشياء مهمة جدا لأن هذا تحافظ على صحة الناس اللي قاطنين في البناية سواء كان شقق أو مكاتب ومدارس مستشفيات مولاد أكثر شيء متاحة يعني حين ما عندي وقت تلف في البناية خلاص بنت بس أقدر ركز على أشياء ثانية بس عينها أشياء ممكن أسويها وهذا شفناها نحن في بعض الفناتق خمس نجوم اللي حولوها إلى أنظمة الاستشعار يعني إذا أنت مريد في الممر نعم صح أوكي هذه بنايات كانت قديمة فقدروا يسوون فيها الأنظمة مثلا أنت يحطيت يدك تحت الحنفية صح يعني فقدروا يسو ففي أشياء كثيرة وتفرق هذه أكيد أكيد يوم دخلوا مثلا الأجهزة المصنعة محليا لعادة تدوير المياه الرمادية واستفادوا من عندها النظام المياه خزانات المياه المتواجدة فوق البنايات هذا أيضا الحين موجودة عندنا أنا عارفة موجودة عندنا في دبي وإمارات أبطانية على طالي الخزانات اللي فوق في بعض الأبنية حتى الخزانات هذه تكون تلقط مياه المطر وتحولها وهذا موجودة على الدول العربية مثلا دول المشرق العربي عندهم الأشياء لأنها عندهم أمطار وعندهم شح المياه فعندهم الحمد لله استراتيجية واضحة يستفادون من مياه الأمطار واستفادون من عندها يعني خلال مواسم الصيف فهذا المياه اللي يستفادون من عندهم فخزانات تحت المياه تحت الأرض المعازلة وكل شيء واستفادون من عندها واللي يحطون فيها الأشياء اللي تضمن أنه المياه ما تكون ملوثة لأنها مياه مغلقة صحي فهنا نفس الشيء يعني أنا شفت أن الحين اليوم الأصحاب البنايات ملزمين أنهم يحافظون على صيانة وتجديد وتنظيف خزانات المياه اللي عندهم في البنات مرة في السنة هل أصحاب الناس اللي عايشين في الشقق مدركين للنقطة هذه هل هم يمسكون المطور ويساءلون ويقولون هنا لازم تعمل كذا وهل في قنوات الشكوى مثلا من الجهات المعانية وهذا المطور في هذا الاختصاص حشان ما يقولون خارج اختصاص ما بيعليس يسوي الأشياء هذه تغيير البيبات اللي موجودة في الجدران القديمة من من الأشياء اللي كانت تصدي وتحلي إلى اليوم مواد اللي هي صديقة للبيئة ومتوفرة عنها في السوق المحلي يعني مشان مش نتوفرة فكثير من الأشياء اللي ممكن تم عادة عمل عليها وكذا وانا من الأشياء اللي يشجع وهذا شفناها في الدول الأوروبية أن الحكومة تعطي أصحاب الفلال الخاصة اللي هي المطابقة للمواصفات تعطيها تعطيها دعم مالي مختلف عن الدعم العادي يعني الدعم العادي بالنسبة للقطاع الاقتصادي للأصحاب الفلال الخاصة تعالوا هذا شيء دعم مبلغ أن تغيروا أنظمة الكهرباء اللي عندكم في البيت من الكهرباء وخذوها إلى الطاقة الشمسية يعني شفنا مثلا ديوة ما شاء الله عليهم بدوا وسووا في أبوظبي شفنا أيضا نتعامل فيها فنبغيها تكون متوسعة تجربة أوسعة تشمل كافة شراح المجتمع حين كل هذا الكلام يأكد على قصة أن نرجع مرة ثاني حتى وراء طالعي من كبير ونتكلم عن قصة الانبعاثات وكيف أن المدن وفي المدن في الأخير عبارة عن مجموعة من المباني والتخطيط الحضر التي تتكلمت يعني أنه جزء كبير أنه نمراء عادل المدن أستاذ أنا وحدة من الأشياء كذلك اللي لمن كنت أسمع الموضوع لأبني إلى خضرة يقول لك مش مجرد البناية كذلك حتى حركة الناس من وإلى البناية نعم في مفهوم يجي اسم 15 دقيقة نعم طبعا هذا واضحة وموجودة ونحن في دولة الإمارات حين ما شاء الله في دبيع عشان شدد تشوف المجمعات اللي يالسين يسووها يطورونها فيها ميكس يوس كل شي فيها عشان يحققون عشان يحققون النقطة على أساس الإنسان ما يضيع وقته ساعة ونص ساير وساعة ونص ياي في النهار يصير مكان عمله ويرد المدارس ولوفر ناس هذا ضيعنا في الكربون السيارة في الكربون السيارات وترى الحالة النفسية صح ضغط ضغط النفسي بالنسبة للإنسان وفيه طبعا حالات صحة العقلية بالنسبة للناس صح وهذا اليوم فيه عندنا مثلا أحد الجامعات في دبي الدرس علوم المدن الآن الحين عندنا في دبي روشارسان سيشوتوف تكنولوجي درس علوم المدن كيف أنت تطمم المدينة تكون صديقة بها من الأليف إلى الياء فيها كل شيء فيها كل استخدامات وفيها كل معايير البناء فيها كل التقنيات كيف تستفاد من ذكاء الصناعي في التصميم المدن هذه المدن المستدامة كيف دورها على الساحة العالمية ينو أبو بكر هذا موضوع ويد مهم أيضا اليوم نحن عندنا 17 هدف من أهداف التنميم المستدامة صحيح أطلقوها في 2015 وقالوا بحلول 2030 لازم تكون الدول كلها وبدأت إصدار التقارير شو اللي أنجزوا هل هم فعلا على الخط ماشين صحيح هدف رقم ثلاثة يقول عن صحة جيدة والرفاهية الآن نحن بنشرح بتشرحين أستاذك كيف أن البناء الخضراء أو المباني الخضراء اللي هي جزء من مدينة نعم كيف تؤثر على الأهداف التنميم نعم وكيف ارتباطها حلو نبدأ من رقم ثلاثة هدف رقم ثلاثة يقول لك الصحة الجيدة والرفاهية صحي الصحة الجيدة الإنسان قم قضي وقته تسعين في المئة من وقته داخل بيئة داخل البنيان فمعناه شو اللي قاعد يحصل في البنيان يأثر عليه صحي زين يوم تكون أنظمة التكييف مش ممسواية بالطريقة صحيحة صريقة للبيئة شو في داخل ينمو الرطوبة والعفونات والفطريات صحي وين يدخل شو تأثر هذا اللي برز الربو عند حالات الربو الجديدة عند الأطفال وعند الكبار من التلوث اللي حاصل فانت يوم تطبق المعيار أو الهدف رقم ثلاثة صحة جيدة ورفاهية فانت لازم تركز على البيئة الحضرية انت تركز على البنيان شو نوع من البنيان فلازم تحدث عملية تحديث مش أسمن برفو خلاص تبغيها ولا ما تبغيها طوعية هي لازم هي إلزامية لأنها تضرب في الإنسان صحي وإساس تقدم أي مجتمع هو الإنسان صحي زين تي نية على الهدف المياه ستة أوكي الطاقة سبعة حلو يوم تركز على المياه أيضا هل المياه المؤسسات اللي توفر المياه في الدولة اللي تحلي المياه عندنا تقول لك أنه أنا أضمن أنه المياه اللي يوصلكم إلى بيوتكم هي من أعلى المعايير على الساحة العالمية بناء على هذه الشهادات وهذه الأشياء هذه كلها موجودة صحي يوم توصل عندي في البناية أنا مسؤول عن بنايتي المطور مسؤول عن بنايته هل ما زال بنفس الجودة؟ أيوة هنا فهذا اللي يدخل مثلا مفهوم ثاني شيوعنا المياه اللي واصلة في حنافياتنا ترى هي غير جيدة للاستعمال البشري أو للشرب أوكي؟ مع أنه ديوة تقول هو صالح صالح من عالم معايير 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 عالية زين ليش؟ وأدى إلى منتج المياه المعبئة بلاوي البلاستيك وغيره وغيره ني على هذا المياه شو سبب والنتيجة شوف كيف معاي نحن يوم كنا أطفال كانوا يشترون الفلترات هذه صح الفلترات يربطوها في الحنفية إذا والفلتر هذا تغير كل كم من شهر صح والمياه اللي مستعملينها مستمرين فيها ترى أنت تغلي يوم تبغي تطبخ وشذي المياه تغالينها ومستعملها والحمد لله ما كانت عندنا والناس بصحة وعافية فاليوم نرد نفسي شي يا جماعة الخير المياه اللي توصل لنا مياه نظيفة بعد المعايير من تدخل البناية اشتغلوا فيها أنتم مسؤولين عن بناياتكم سواء كانت فيلال خاصة سواء كانت مؤسسات تعليمية سواء بنايات تجارية هذا كلها مسؤولية القايمين عليها أنتم هذا التصنيف عندكم في الأمنية الخضراء مدارس غير وبيوت غير نعم فهذا كلها نسويها وحتى استهلاك الطاقة وكيفية استهلاك الطاقة عندنا منظومة المدارس الخضراء عندنا البنايات الخضراء وهذا الأشياء وتيه نفس الشي مثل ما هم عندهم تقنيات كثيرة الدول الأوروبية على التدفئة نحن على التكيف على التكيف لازم لأنه درجات الحرارة توصل عندنا في فترات الصيف إلى درجات غير طبيعية وغير مناسبة للعيش يعني لطبيعي للبشر فنستهلك بس كيف نحن يكون عندنا أنظمة تكريف زمان كنت تشوف يحطوه نظام واحد ويتطبق على البناية كلها ففي صوب من البناية أنت متجمد ولابس الجاكتات وفي صوب من الثاني أنت حران اليوم الحمد لله في فهم فيهم كبير لا ليش أنت محط لي نظام واحد بالأطنان أطنان اللي أنت ما محتاجنها فأنظمة صغيرة مصغرة لكل جزء من البناية أوكي عشان جديد دخلنا في معيار أنه البنايات درجة الحرارة لا تكون أقل من 23 23 24 هي من أنسب الدرجات أنه داخل البنايات ومع هذا لازلنا نشوف ندخل في مؤتمرات في قاعات درجة حرار 16 16 17 والناس كلها ما قادرة تركز تركز من البرد صح معانا أوكي فهذه من الأشياء اللي فعلا يعني مش أن العلوم مش متواجدة التقنيات مش متواجدة مراقبة التطبيق محتاجين صح هنا إلزام المؤسسات المعنية أنه تغير من الأنظمة يعني العصة شوي جزرة موجودة شوي عصة نعم أوكي فهذا أيضا من الأنظمة تي على الهدف رقم 11 المدن مجتمعات محلية مستدامة كيف نحن نسويها مجتمعات إذا كانت كل بنا يشتغلنا على طريقة صحيحة في النهاية خططنا للمدن طريقة صحيحة أنا موجودة هنا أبغي أسير المحلات التسوق خمس دقائق عشر دقائق أمشي خلال مواسم البراد ليشني أنا أخذ لأدق الدرب بساعة عشان أبغي أسير محلات التسوق حتى الأسواق مثلا الخضار والشيء ما شاء الله تشوفها اليوم متوافرة يعني في المناطق السكنية ما أحتاج أروح سوق الخضار عندنا منظومة الحدائق المجتمعية اللي حين ما شاء الله في كل قطاع في كل منطقة ما شاء الله حدائق جميلة مفرتلها لنا البلديات الجهات المعنية في كل إمارة عشان الناس يستفادوا من عندها ما محتاجين نحن مرة ثاني ينسوك ساعة كاملة عشان نصير حديقة عامة الحدائق موجودة حجامها مناسبة في الفريج في المنطقة عشان نستفادوا المدارس المدارس بدل ما ننحن نركزها في منطقة واحدة كلها وعندنا بلاو المواصلات حركة والمواصلات وستوى الزحمة وحوادث السير وغيرها وهذا كلها نحن نتفادها ببناء المدارس في المناطق السكنية عشان العائلات تستفاد منها أنا ليش أخذ ولدي وودي المدرسة أسوق ساعة كاملة عشان أودية وحتى إذا دخل في الباص الطفل خذ ساعة ونصف في الباص يوصل البيت منتهي فهذه الأشياء كلها تأخذ في الاعتبار ويالسين نشوف التغييرات الحاصلة أنا انتبهت على بعض المجتمعات الغربية أول ما يبقون يأجيرون مكان يسألون شو المدارس الموجودة في المنطقة حصلوا المدرسة المناسبة عقبيون يأخذون يبحثون عن البيت هذا الناس العادية يعني عادية يدور مدرسة وين وين بعدين يدور بيته عشان حركة النقل مكان عمله وين فيبدأ يسوي يسوي مخطط وين أنا كم حركتي من المدرسة أو للبيت لأنا لدوامي لكذا حلو وهذا جزء من الأبنية الخضراء وهذا جزء من الأبنية الخضراء على أسس الحركة بعدين أنت تشجع على المساحات الخضراء في المدن المستدامة المساحات الخضراء المستدامة الحدائق المجتمعية اللي قلنا عنها تشجيع الأفراد في بيوتهم يزودون من الرقع الخضراء زراعة الأشجار المثمرة في البيوت الفواكه المضللات اللي تساعدنا على خلق مصددات هوايا هذا كل هدف 11 بعدنا بعد أنت على الهدف 12 12 الانتاج والاستهلاك المسؤول هنا وين المواد الصديقة للبيئة ذات كفاءة عالية في استخدامها خفيفة بصمتها الكربونية خفيفة كمية النفايات اللي تنتجها تطلع من المبنى هذا نفسه كاستهلاك أذكر يوم بدينا في 2006 و7 كان يوني شركات المقاولات وفعلا نحطولك قبل وبعد يقولك نحن كانت تتكلفنا كذا مليون درهم في السنة من خلال عملياتنا التطويرية يوم يالسين نبني نتخلص من النفايات العمرانية حلو سواء كان نوصلها للمكبات النفايات ونتشوف حجمها ضخم فتزيد في حجم مكبات النفايات ومكباتنا كانت يالسة تنترس بسرعة غير مسبوقة بدنا ينتبهون لها بدنا ندخل مفاهيم البناء الأخضر ونركز على كل نقطة النفايات العمرانية هل هي فعلا النفايات يا جماعة الخير ونظروا لها زين خشب زين هذا ما في شيء خشب خدوه المعدن اللي متروس فيه السكراب اللي سمونا بدلا ما تبيعونا الطابوغ الأشياء هذا كلها خدوها واستفادوا من عندها وحتى يوم كانوا يبنون الدور ما دور البناية يوم يحصرون الأرض عشان يبنون فيها كان يستفادون كان يستعملون سمونا الخشب الرخيص هذا البود اللي سمونا وعقوا بعقوا صحيح اليوم ما حد يستعمل هذا خلاص هذا وقف شفت أنت شو يستعملون مادة جميلة طويلة الاستعمال يعني متعددة الاستعمال أولا المنظر جميل أجمل ممكن يرسمون عليها ويسوونها فيها جميلة ويحطون فيها رسائلهم الدعائية وكذا ومن خلصت ترى هم خذوها حطوها في المخازن مالهم ويوم يوم مكان ثاني يبنون استخدموها استخدموها فيقول للريال من ما كانت تكلفنا كذا اليوم نحن نربح منها كذا وهذه جمالية دائما الأمور فيها استدامة استاذة في كل مكان تعطيك نجانب إيجابي نعم هذا هدف فعلا كان عطاهنا يعني إذا ما قبل وما بعد تيه الهدف 13 العمل المناخي اللي هو صلب الموضوع عمل المناخ ويالسين نقول هذا القطاع لا تأثير كبير على البيئة بصمة الكربونية كبيرة وواسعة أولا لكل شيء يعني حجمه مثل ما قلنا اليوم 70% من سكان العالم عايشين في المدن نعم صحي أوكي الشيء نعم أبينا وبيزيدون هذي صحي فهل المدن ليش نسويها هذه مصدات تحبس الهواء نسوي ظاهرة الجزر الحرارية ونسوي الأمراض ونسوي البؤر اللي تستقطب الأوبئة أو الأشياء ليش ما نسويها أماكن البشر يتنعم فيها وينتج فيها ويبدع فيها ويكون لها صحة ورفاهية وبناء الأواصر العائلية والاجتماعية والحق الجار والأشياء هذا كلها بيئة جميلة وهذا هو العمل المناخي بعدين تي على الهدف 15 15 البر على البر مش نحن لازم كبني بشر نكون مسؤولين ونعرف كيف حياتنا على كيف شو هي القوانين اللي موجودة عننا كيف نستفاد من التجارب هذا كلها وطبعا حياة تحت الماء يوم نحن عايشين على البر ترى يالسين نعيش ونستخدم مواصلاتنا 90% من مواصلاتنا مستعملة الممرات المائية وهذا طرعا ما في تسلط الضو عليه بالمناسبة ولينا اليوم ما في تسلط الضو عليه معنا نحن البحار والمحيطات ناكل منها صح نشرب منها صح نزين هي ترى تستوعب غاز تانيوكسيد كاربون كذلك نعم صح نسبة كبيرة من غاز تانيوكسيد كاربون البشر ينتجها البحار تمتصة وتعطينا بس يوم تكون بحار ملوثة القابلية هذه تقل حموضة المياه يوم ترتفع تقل فكل تأثيرنا نحن كبشر يعني كأننا ياسي نضرب عمارنا نأذي نفسنا وبعدين عندك الهدف الأخير اللي هو هدف سبت عشر الشراكة والتعاون فشوف كيف البيئة الحضرية والبيئة المبنية لها علاقة مباشرة بالإنسان وبالمكان بالإنسان وكل مباشرة وغير أنا طبعا ما اطرقت للهدف ثمانية وتسعة اللي هي الاقتصاد هذا كلها صح الحوائد للصريقة بشكل تتكلم عن إنتاج المحلي لأنه واحد من الأشخاص أنك مجي من برا تعتمع الإقتصاد المحلي هذا ينمو الإقتصاد أكثر وهي تعتبر من أكثر مصادر الدخل في أي دوء يعني من الكثير من دول العالم اليوم البيئة الحضرية رافض قوي في الموضوع هذا التسعة كان البناء التحتية والابتكار كذلك وفي ضمن البناء التحتية يعني صميمها يعني البناء الأبنية لخضرة كأنها هي واحدة من الكلمات المفتاحية خلنا نقوله من جوكر نعم في الموضوع العمل المناخي بس هل أنت تشوفها أخي بو بكر أنه فعلاً الضوء مصلت عليه بكل النواحي هذه لا دائماً يصلت عليه الضوء أنه بناية عملها لا وبس تصلح الضوء النفط والغاز هي المسؤولة عن مباني التلوث صح صح يعني ممكن قطاع كبير أنه المسؤول عنه معنا كل شخص مسؤول عن الـ CO2 وميشن والبعاثات الكربونية بس لا في قطاعات كثيرة في صناعات كثيرة مسؤولة نفس الشيء بدرجات أكبر وأقوى وبعدين الأبنية أستاذة كل حد داخل فيها يعني أنا ممكن أبني بيتي شركة ممكن تعمل محلها بناءية استثمار دكان نعم يعني ما شغلة محصورة على حد معين نعم هذه الحلقة أتوقع سيدة الحلقات لأن فعلا الأبنية الخضراء أنت كذلك سيدة دائما بحضوري الأبنية الخضراء مثل ما تفضلت اليوم نحن الحمد لله وصلنا المفهوم اللي كنا نبقى من خلال أن التركيز على الأبنية الخضراء هو واحدة من المفاتيح لعلاج العمل المناخي أو العمل المناخي خلنا نقول ومعالج الإمبعاثات والحلو دائما أنت كذلك دائما تركزين عليها أستاذة شغلتين أساسيات ربط دائما الاستدامة بالمنطقة المحلية والاستفادة من القدرات المحلية والاقتصاد الدعم والاقتصاد المحلي والطابع المحلي والأمر الآخر أنه كيف أنه دائما التركيز على أنه لما يكون لنا خصوصيتنا هذا يعود بجوانب عديدة قد لا تتعدى حتى حتى جانب الجمالية نفسنا نعم أرخص ومفيد لك جوانب عديدة وتعددت الاستعمالات حطها واستفاد منها ثاني مرة وثالث مرة فأنت وفرت كثير من الأشياء وفرت أنت تنظر وبعدين من الأشياء اللي فعلا اليوم تغيرت يوم كانوا يون المطوء يومي الاستشاري ويبغي يصمم لك البناية ويحط لك احتياجاتك من التكييف يظن الزيادة زينة بينما هي زايد كالناقص حط لك انت أطنان وانت ما محتاج انها فوق سكف البيت فانت مضطر انك انت السكف تبنيه بمعايير أكبر بمعلى وأيضا صرفت فيها عشان تقر أطنان هذا الشيء انت ما تحتاج وانت ما محتاج النص هذا انت ما محتاج شوف كمية الهدر فاليوم دي صار استوات عنا العلوم هذه إذا العلوم هذا ادخلناها وانا هذا اللي أبغي ركز عليه أنه المهندسين جدد يوم يتخرجون من جامعاتنا المفترضة العلوم يعني هذا جوزه لا يتجزى المفروض عند الشخص هذا مش أنه يمر فيها سنين لما يدر فيها لا عند الكفاءة هذا انت مرثة مباشرة مثل ما تقول تسوي ل بلغ في المؤسسة اللي يدخل فيها ويبدي يعطي التقنيات اللي يديد اللي هو تعلمها في الجامعة يطبقها وهذا بناء القدرات وهذا هو بناء القدرات إذا كان هناك أحد الحضرة والحلقة هذه واستمتعوا فيها وعجب الموضوع وين يروح عشان يحقق الموضوع هذا ويلتزم سواء كان ببيته أو مثل ما أنتم صنفين أو مدرسته أو شركته أو كان حتى كشخص ماسك قطاع حكومي في ويد من المنصات أنا طبعا مجلس أبنية الخضراء مجلس أبنية الخضراء من الأماكن المهمة أنت توفرون الاستشارة والدعم نعم نحن نوفر الاستشارات للمؤسسات الحكومية لمؤسسات القطاع الخاص عندنا عدد كبير من الشركات القطاع الخاص اللي هم أعضاء عندنا عندنا اتفاقيات وتعاون مع المؤسسات الحكومية على الساحة الوطنية ندخل في مثلا يوم يصدر قبل ما يصدر القرارات أو اللواحي كذا الحمد لله في ثقة كبيرة بينهم بين مؤسسات الحكومية اليوم في فهم واضح المؤسسات الحكومية بدأت تفهم دور القطاع الثالث لمؤسسات غير ربحية مثل مجلس الإمارات الأبنية الخضراء مجموعة الإمارات وغيرها تعالوا نحن هذا مسودة ويالسة نشتغل عليها هل لكم هل ممكن ترفدون وتنصحون ونعطي الحمد لله كيف نعطي التغذية نحن ندعي الشركات المعنيين والخبراء الموجود نسوي مثل ما نسوي تاسك فوس ومدة معينة نوزع المهام ونشتغل عليها ونحلل كل شيء وهذا ونعطي تقارير للجهة المعنية بحيث أن هذه التغذية الراجعة من عندنا استفادوا من عندها وهذا واجبنا صراحة وأن هذا أحد سباب تأسيس مجلس الإمارات الأبنية الخضراء كيف نحن نكون لنا دور فاعل على الساحة الوطنية كافة أصحاب المصلحة مع كافة أصحاب المصلحة بناء قدرات المستهلك العادي يعني العايشين في البناية مثلا المهم بناء قدراتهم وأنا أيضا أقول المطورين من واجبهم يسوون يلسات توعوية يوم يبغون يغيرون شيء يطرشون منشور لكافة المستأجرين اللي موجودين أو الساكنين في البنايات ترى نحن نبغي نسوي كذي لمنفعتكم بالضبط لمنفعتكم لأن هذا كانت تأثيرها بتقلل لكم تكلفة الماء مثلا الفاتورة الماء بالضبط أوكي في نهاية تتكلم تظرف في الجيب وتقول بس في النهاية لها بعد بيئي كبير لها بعد اقتصادي فالناس تتفهم وتتقبل وتتعاون وحدث الناس بما تدرك بما تفهم وهذا اللي تشوفه اليوم في الفنادق يعني الفنادق يوم يصوكون ويحطون على الانترنت وشو نحن كيف نصنف يصنفون نحن فندق صديق للبيا وعندنا المعيار هذا وعندنا الاعتمادات هذه وهذا يشجع يوم تدخل في الفندق تشوف مكتوب لك إذا أنت تبغي تساعدنا في جهودنا حطنا هذا نحن ما بنغير ثلاثة أيام لا تغيرولي مرات مدته أسبوع يكون ثلاثة أيام فليش بتغيرولي كل يوم وهالهدر هذا في استهلاك الماء والمساحق التنظيف فكثير من الأشياء تحصل تشوف الحين الحمد لله على الفنادق على مستوى جزء لا يتجازل بدل ما يعطوك الثوابين الصغيرة وكلها بعد ما خلصت عيومها الحين كلها موجودة عبوات وفي البداية يمكن أن نتكلم كان في مقاومة شديدة كيف؟ اليوم توجد جزء الحمد لله الحمد لله وهذا نحن شهدناها وكنا مسؤولين مباشرين على التغيير هذا الذي حصلت في القطاع ونحن دائما نفتخر بجهودنا على المستوى المحلي وحتى كنا أثناء مؤتمر كب كنا نقول دائما الإمارات حريصة على أن تكون سريعة التعلم ولا توقف عند التعلم بس تروح إلى نقل المعرفة مباشرة شكرا على وجود جمعان اليوم في أراميكس وهذا الإثراء الكبير لطريقة للاستدامة ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما بدلقين إن شاء الله ونشكر أراميكس أيضا أراميكس من أول المؤسسات اللي بدت رحلة الاستدامة وأول تقرير استدامة صدر بناء على المعايير جي أراي في المنطقة العربية كانت أراميكس كف عليهم هاي والله ومشاء الله أنا مواكبة أنا حتى سرت لهم المركز الرئيسي ما لهم في الأردون وشفت كيف التنفيذ على الساحة على أرض الواقع والحمد لله اليوم هم رواد في الخط هذه ونتمنى فعلا أنه يستمرون في هذا الوعي في هذه النوع من المنصات من صراح نواجبهم باللغة العربية وحتى باللغة الغير عربية لأننا عندنا كثير من الناطقين بالغير اللغة العربية ومحتاجين أن نوصل للمعلومات وإبن قدراتهم أيضا من خلال ويوم نتكلم عن العمل المناخي والتغير المناخي يصبح فيها أشياء كثيرة وأراميكس فيها في مجال النقل وهذا طبعا من المجالات المؤثرة ولها بصمة كربونية كبيرة ومحتاج أنه تعالج وأن كم نتكلم عنها وكذا وأتمنى إن شاء الله تكون لنا حلقات مستقبلية إن شاء الله بذن رحمة الله بذن ما قلت فهذا البودكاست هو عبارة عن نتاج الإيمان الموجود عند أراميكس شكرا لهم وشكرا لكل تابع هذه الحلقة من إي بودكاست المقدم من أراميكس من ضمن حلقات الطريقة الاستدامة أشيرا تكون استمتعتوا شكرا مرة ثاني أستاذ حبيبا شكرا لكم كثيرا لكم أشكر اشتركوا في القناة